وسط حالة استقطاب غير مسبوقة جرت الانتخابات في تركيا هذه المرة بنكهة مختلفة فما هو المختلف في هذه الانتخابات عن سابقاتها وما المفاجآت التي قد تخفيها صنديق الاقتراع لنقترب أكثر من المشهد الانتخابي ونلقي مع النظرة عامة على أبرز الأحزاب المتنافسة على المقاعد البرلمانية والأسماء المرشحة لمنافسة الرئيس التركي رجب طي بردوغان بداية خاض السباق الانتخابي البرلماني 36 حزبا وهي الأحزاب التي نالت موافقة المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بعد أن استوفت الشروط المطلوبة للتعرف على أبرز هذه الأحزاب تركية أو بالأحرى أكبرها وأكثرها شهرة وتأثيرا سنتقل بكم إلى حيث البرلمان التركي تحت قبة هذا البرلمان خمسة أحزاب سياسية كبرى هي العدالة والتنمية وهو الحزب الحاكم بالطبع بالإضافة إلى أحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي وكذلك الجيد والحركة القومية هذه الأحزاب هي الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي التركي والأبرز حضورا في البرلمان وذلك لحصولها على أكثر عدد من المقاعد البرلمانية خلال انتخابات الماضية عام 2018 ولكن بالطبع بجانب هذه الأحزاب الكبيرة يضم البرلمان نوابا عن أحزاب صغيرة أخرى مثل حزب السعادة والبلد والديمقراطية والتقدم وكذلك حزب الظفر وغالبا ما يكون دخول نوابا عن هذه الأحزاب للبرلمان هو نتاج تحالفات مع الأحزاب الكبيرة وهذا يجعلنا مشاهدين أن ننتقل بكم إلى الحديث عن التحالفات الحزبية التي قد ترسم ملامح المشهد البرلماني المرتقب وسنكتفي بإلقاء الضوء على ثلاثة من أبرز هذه التحالفات وهي تحالف الجمهور هذا التحالف الذي يضم الحزب الحاكم العدالة والتنمية وتحالف الأمة أو الشعب وهذا التحالف يسمى أيضا بالطاولة السوداسية المعارضة بالإضافة إلى تحالف الأجداد وفق آخر استطلاعات الرأي فإن التنافس قوي جدا على كرسي الرئاسة بين الرئيس الحالي رجل طيب أردوغان المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم وبين زعيم المعارضة العلماني كمال كليستار أوغلو المرشح للرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري ومن خلفه أحزاب الطاولة السوداسية ترجمة نانسي قنقر